أزمة كبيرة يعيشها تجار الملابس الجاهزة بطرابلس التي تعرضت لخسائر كبيرة على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة في ظل انتشار فيروس كورونا التي تسببت في إغلاق عدد كبير من المحلات نحن التجار بصفة عامة تضررنا من موضوع تسكير المحلات وكذلك من البلدية والأوضاع الكورونا من الحضر فنحن عندنا بضعة ما وصلتش هي وصلت للميناء لكن لم نجيبها لم نعرضها وعندنا حتى سعر الدولار زاد علينا فقعدنا محصورين بين أن نوفر للناس الأسعار التي ديما نوفر فيها هي الأسعار في موتنا والجميع الحل الوحيد أن تنفتح ويعطوا تصريح للمحلات ويأخذوا إجراءات وقائية وتمشي الأمور مثل البلدان الثانية مثل مصر مثل تركيا مثل تونس كمامتك ومعقمك وتخش وان شاء الله خير طول مدة الحجر وإمكانية تمديد حماية لصحة المواطنين زادت من مخاوف التجار آملين بأن يسمح لهم بالفتح مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ومعاقبة أي مخالف له مشيرينا إلى أن بعض الدول خففت الإجراءات على المحلات التجارية والأنشطة الاقتصادية دعماً للقطاع الخاص ولضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية وتخفيف وطأة الأزمة من على كاهل المواطن الأسعار زادت هلبة فتت كورونا هذه الدينية تسكرت الدولار زاد القطعة بدل تنباع بـ 300 قعد تنباع بـ 400 و500 وفترة عنها تسكير محلات ركود كامل وغمنا لكل وفات دولار زاد إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا انعكست أثارها على العديد من النشاطات التجارية التي أثرت سلباً على الأعمال والمصالح التجارية التي تعد المصدر الوحيد للرزق لدى بعض التجار إضافة إلى وجود التزامات مالية وتعاقدات مع شركات خارجية سنة حبيب قناة ليبيا الأحرار ترابلوس ترجمة نانسي قنقر